أمام الجدل حول كلمات النواب وقف المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية النائب الأول أمين عام حزبه مستقبل وطن ليوضح الصورة وليقول أن المجلس يتيح للجميع أن يتحدث بنفس المساح تعالوا نشوف سمنا حقيقة أنا مداخلتي اللي تحمل بعض نوابات العتاب العخ وعتاب ليس أكثر من ذلك لأحد أساد النواب اللي أتكلم فيما معناه أن حزب مستقبل وطن قد يأخذ كلمات أكثر من حقه أو حاجة وسيلة أنا طبعا الحاول دي مش إحصائيات يقينية ولكن في النهاية ده شغل المكتب الهيئة البولمانية حقيقة مستقبل وطن في جميع بينات الحكومة المجموعة 32% من الكلمات حتى الآن وده ليتفق حتى ما حسب حزب مستقبل وطن لكننا يتضينا بهذا الواقع ويتضينا بشكل كامل واحترمنا في سيادتك وإدارة سيادتك دوما أعطاء الفوصة للمعارضة قبل الأغلبية في إبتاء